كلام كثير يحدث عن الآيفون اكس وكثرة الإعلام الذي يتحدث عنه فهنا يجب أن نوضح أشياء أيضاً يجب أن نتحدث عن سناب شات والثورة التي ستفعلها في تطبيقهم بالإضافة إلى أخيراً البيكسل ٢ بدأ يعدل الوضع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ومن ستوديو زين نقدمكم الأخبار الجديدة وأول شيء نتحدث عن الإنستجرام الإنستجرام هناك خاصية جديدة حالياً ستتاح أن تضع لايك أو فلاقين على بعض البوستات وأن تعلم بعض البوستات من المتصفح من الكمبيوتر في العادة المتصفح لا يأخذ انتباه كبير من الإنستجرام فللاحظنا في الفترة الأخيرة آخر نص سنة يطوروا في منظومة الإنستجرام على المتصفحات وانت تستخدم الكمبيوتر؟ تستخدم الإنستجرام فهذا الشيء جيد من الإنستجرام واحد آخر الأشياء هي أن تستطيع التعلم وتضع بوك ماركس على بعض البوستات بحيث أن تكون هي المفضلة بالنسبة لك شيء رائع أنهم يطوروا في هذه المنظومة تويتر تعدل من منظومتها وتجعل الحد الأقصى للحروف 280 حرف وعندما نتحدث عن الخطوة هذه من تويتر بالنسبة لهم بيّنوا تفاصيلها وكيف وصلوا إلى النتيجة بـ 240 أو 280 حرف وضحوا أن نسبة جيدة من الناس كانوا يستغلوا الـ 140 حرف ولكن عندما أتيحت الـ 280 حرف لمجموعة أكبر من الناس في الفترة التجريبية وجدوا أن أكثرهم لا يسعى لأنه يكون لديه 280 حرف كاملة فإذاً هي تعتمد على الكلام ومنظومة الكلام ولو لاحظتم في الفترة التي كان فيها 280 حرف لم نرى تغريدات كثيرة 280 حرف لأن الناس مستغلين هذه الأكمل وجه فمن 9% من استغلال الـ 140 حرف عندما بدأوا يطبقوا الموضوع على 280 حرف حوالي 1% فقط من الناس يستغل كامل الحروف وانتقلنا أيضاً لو لاحظتم من عد تنازلي لعدد الأحرف إلى دائرة دائرة تكتمل فإذاً استخدمت كل الـ 280 حرف وتوقع خطوة موفقة من نفس تويتر وحيبان مع الوقت إذا كانت في الاتجاه الصحيح أو لا سناب شات في معاهم أكثر من الخبر أول شيء سناب شات ستطور من منظومة التطبيق واحتمالية كبيرة أن تطبيق الأندرويد يعاد تشكيله بالكامل على أساس أنه يكونه جاذب أكثر للناس أيضاً يمكن التطبيق الموجود على الآي او اس الذي تعودنا عليه في الآيفون كتطبيق لسناب شات سنوات وانشتهر يتم تعديله بشكل أو بآخر الفكرة انه سناب شات قاعدة تخسر كثير من سوقها وقاعدين يشوفوا انه تطبيق صعب من وجهة نظر كثير من المستخدمين عن نفسي ما شفت هذا الشيء مع سناب شات ولكن لو تلاحظوا لو تلاحظوا لو فكرنا فيها تلاحظوا انه لما تبغى الكود حقك في سناب شات يبغى لك أكثر من الخطوة عشان تسويه وأيضاً الموضوع ليس انتويتف مع التحديثات يبغى لك انت تبتكر او تبحث لكي تعرف كيف تفعل الشيء في سناب شات إذاً ليس طبيعي التطبيق يعني ليس طبيعي انه طبيعة الوصول للشيء لا تستطيع تفكر فيها على طول توصل لها ليس انتويتف وهذا الشيء الذي تسعى له سناب شات فهذا الشيء الذي يعدله وأيضاً سناب شات تفكر رسمياً بأنهم يبدأوا ويدفعوا فلوس لأكثر ناس صانعين محتوى عندهم من الناس الذين يصنعوا محتوى ويدفعوا أرقام بمئات الآلاف طبعاً ما حددوا رقم نقول عشرات الآلاف مئات الآلاف مثلاً نتكلم عن إبراهيم عبد الرحمن يعملوا محتوى وترفيه جداً جميل للناس فيمكن يصبح سناب شات يدفعوا لصانعين المحتوى عشان ما ينفرغوا صانعين المحتوى يروحوا لمآكن ثانية مثلاً زي اليوتيوب فنلاحظين يوتيوب في دعايات تطلع ويأتيك من هذه الدعايات فلوس سناب شات جابوا الدعايات التي تطلع في نهاية القصص للأشخاص ولكن لا يوجد فائدة لأشخاص نفسهم فهنا يأتي بأن نفس الصانعين المحتوى يمكن أن يحصلوا على فلوس ووصولهم على فلوس يعتبر كداخل ساعة يصبحوا يركزوا أكثر على محتوى سناب وأنهم ينتجونه لا يروحوا إلى شيء ثاني مثلاً زي انستجرام ستوري السيارات ذاتية القيادة تأخذ من خبارنا جداً كثيراً لأنه بالفعل توجه مستقبلي تقني وسننجبر عليه فهو جيد أن نفهمه وعلى فكرة اذا تريد تعرف أكثر عن السيارات ذاتية القيادة سونا لكم محتوى خاص من زين موجود أول رابط في وصف هذا الفيديو نروح لأول خبر يتكلم عن الباصات ذاتية القيادة وفي مدينة لانس فيغس ستكثف نفس البلدية لانس فيغس سعيها لإيجاد باصات ذاتية القيادة أكثر في المدينة تنقل الناس من مكان لمكان وتعود الناس نوعاً ما على منظورة أن هناك باص بدون قائد يأتي ويعتبر سيارة تلقائية القيادة أو نوعاً ما مركبة تلقائية ذاتية القيادة الفكرة هذه تسعى إلى جعل السياحة أفضل والتنقلات أسهل ونوعاً ما محفزات ستكون أكثر للناس أنهم يعتمدوا على السيارات ذاتية القيادة أو يتقبلوها بشكل أكبر هنا نروح لرينو وتطورهم في مجال سيارات ذاتية القيادة وسيارة أو نمط وضحه في سيارات ذاتية القيادة التي يطوروها حريفة من مسألة الابتعاد عن نفس الأبستيكل لو جاء قدامها شيء مجسم حاجة حاجز تستطيع تبتعد عنه بشكل ذكي وكأنها ساعق احترافي هناك فيديو وضعنا لكم الرابط جداً حرك الفيديو ويريدون أن ترونه السيارات ذاتية القيادة تطور بشكل كبير ولكن هناك خبر لازم نرجع له الخبر كان قبل كم يوم وكان يتكلم على مسألة الضرائب التي معفاة عن كثير من الناس التي يعتمدوا على السيارات الهجينة أو السيارات الكهربائية هذه الضرائب أو الإعفاء من الضرائب يمكن يتم حجبه أو شيله أو إلغاءه في بعض الدول العالم إذا تريد تحصل على سيارة هاجينة ستجد دعم من نفس الدولة كدعم ضريبي أن يعفوك من الضرائب لهذه السيارة فهذا الشيء يمكن أن يتغير مستقبلاً ولكن لا نستعجل الأمور ونشوف لأنه إذا قلت حفاظ على البيئة يريد أن يحفزوا الناس على هذا الموضوع ليس فقط يقولوا لا نضع لك ضرائب وبعدين يقول لك لا تدفع ضرائب الشركة أوليمبوس حق العدسات والكاميرات تعلن عن النظارة الذكية أو الزائدة الذكية التي تضعها على النظارة وتمكن نظارتك من إتمام أكثر من عملية بالإضافة إلى جو جوجل جلاس يكون موجود عندك الفكرة أنهم طرحوا العدة المخصصة للمطورين وهي النسخة الثانية من نظارتهم ليس النسخة الأولى والفكرة أن المطور بـ 1500$ يمكن أن يحصل على هذه النظارة ويبدأ يطور للأعمال وفئة الأعمال منظومة ببرامج أكثر من هذه المنظومة يحصلوا على بيزنس أكثر وأيضاً المطورين يحصلوا على بيزنس أعمال أكثر بيكسل اكسل 2 مع المشاكل الكثيرة التي تحدث معه حصل على تحديث هذا التحديث يصلح بعض المشاكل الموجودة في البيكسل 2 وأيضاً يضبط لك الموضوع الشاشة أصلاً هناك مشاكل كثيرة مع البيكسل 2 الحمد لله جهازي لم يأتي أول كنت أقول لماذا لم يأتي الحمد لله للحين ما وصل لا أنا ولا صلاح حامض وصلنا إلى جهزتنا فأمرنا إلى الحين أثناء تصوير هذا الفيديو ومرنا تمام فننتظر ونرى هل الإصلاحات تجعل السمعة تضبط مع البيكسل 2 أم لا عن نفسي السمعة تعتبر سيئة للبيكسل اكسل 2 والتجربة هي خير ودليل نتكلم الآن عن الجالاكسي اس 9 لا نتكلم عن الآيفون ليس محبة في الآيفون اكس أو عدم محبة في الجالاكسي 9 محتوى الحالي والإطلاق الحالي كله متمحور عن الآيفون اكس الفكر التسويقي أحبتي ينتشر في كل شيء في الأجهزة الذكية فلما نتكلم على جهاز ذكي تطرحه في السوق في وقت محد ثاني نفسك عليه وتخلق ضجة إعلامية كبيرة لهذا الجهاز إذا اعرف انه أكثر وسائل الإعلام ستتكلم أكثر عن جهازك وهذا الشيء الذي يحدث مع كثير من الأجهزة فترة النوت نتكلم أكثر عن النوت فترة S8 نتكلم عن S8 فترة V30 نتكلم عليه ولكن لم نصلنا فترة HTC نتكلم عليه فهذا الشيء طبيعي فأنت في وقت صدور الجهاز تحتاج محتوى أكثر له المهم نذهب الآن على محتوى الآيفون اكس ونتكلم على آخر أخباره فآخر الأخبار أكثرها شكوك أولاً مشككين في الدروب تست اختبار الوقوع على نفس الآيفون اكس ويقولوا انه نعم صمد بشكل أكبر من الآيفون ثمانية والآيفون ثمانية بلس من الكسر وهذا يعني ان الصناعته أفضل أنا أقول لا تجربتنا له وأتوقع لازم نسوي اختبار سقوط بينه وبين النوت نضعهم اثنين يطيحوا ونسوي اختبار إذا انت تأيد دعونا نسويها نحصل لحاول نجيب أجهزة فيها عطب داخلي وليس صناعي من الشاشة ونحاول نسوي فيها الاختبار ماذا رأيكم هذه الفكرة جيدة ام لا؟ هذه اذا سوناها سنتأكد هل دروب تست يتأكد لنا انه نعم الآيفون اكس احسن من النوت 8 من ناحية الوقوع ام لا؟ سقوط وليس سقوط الشك الثاني على موضوع انك تسوي اعداد لخاصية الفيس اي دي لفك اغلاق الجوال بوجهك انك لازم تشيل النظارة في احد المحللين يقولوا لا لازم تلبس النظارة بسبب نفس البيمز حقات العمق ومستشعر العمق اللي موجود في الجوال منطقيا المفروض لا انت كانسان طبيعي تقوم من النوم وترجع وتنام لا تضع النظارة وانتنام وتقوم من النوم وقاعد على طول عن النظارة الا على حسب اذا انه بالفعل هناك مشكلة في النظر بشكل كبير والله يعطيك الصحة والعافية ويقويك حاجة النظارة تعتمد من شخص لاخر نظارتي عندما ألبسها ألبسها بعد ما أقوم من النوم بساعة ساعتين اذا اضطريت لها فالفكرة هي حسب الاحتياج ولا تستطيع تعمل منه كل الناس يجب ان يلبسوا نظاراتهم اثناء اعداد الفيس اي دي وهذا اتوقع احد الاختبارات وانتوا لاحظتم اختبار التوائم اللي صار على نفس الآيفون اكس فشل بشكل كبير ولكن القزحية عندما اختبرناها على جوال اخر نوت 8 نجح بشكل كبير وعرف يفرق التوائم لانه قزحيات العين عندهم مختلفة تماماً فهنا الاختبار والتحدي لازم يرجع هل نتحدى ام لا؟ انتوا اللي تقولوا واخر شك من ناحية ديكسو مارك في فيديو جدا ذكي سوى ماركس براون ام كي بي ايش الفيديو هذا وضح من خلاله معايير نفس ديكسو مارك في تقييم الكاميرات وعشان نوضح تبصيط الملخص اللي قالوا الرقم اول شيء ما هو من 100 اللي يعطيك 98 هذا ما هو من 100 مو 98 من 100 هذه مجموعة ارقام تعطيها ديكسو مارك على نفس الكاميرات بتجربتها لهذه الكاميرات وبعدين يصبحوا معادلة تعتمد على الالغوريثم داخلي عند ديكسو مارك ويعطوك مهادلة يعطوك رقم نهاية هذا الرقم احيانا الشركات تأخذ وتقعد تزعطه مبسوطة فيه ومستنسة عليه ولكن هذا الرقم يشمل على اكثر من تجربة لو لاحظتوا اسوأ الخيارات او التجارب اللي موجودة على الايفون 10 ستنصدموا هذه امامكم موجودة وهذه من ديكسو مارك نفسه من الموقع الرسمي اذا التحاليل اللي عطت 98 للايفون اكس نوعاً ما يمكن ان تكون مناسبة لك اذا انت قاعد تتفرج لانه الشيء اللي فشل فيه الايفون او نجح فيه الايفون يمكن ان تكون مهمة عندك في التصوير او الشيء اللي لا تريدك فيه في التصوير اعتمد الموضوع نهاية الفيديو وكل فيديو انصحكم ان تشوفوا فيديو واين موجودة عندنا في القناة اول واحد اساتذة في التسويق هذا الفيديو حطيناه الفيديو الثاني فيديو النوت 8 لماذا تشوفوا النوت 8؟ لان بالفعل التقنيات في سوق الجوالات والاجهزة الذكية جداً كثيرة موجود عندكم النوت 8 وموجود عندكم جوال اخر حالياً نختبره اللي هو الهواوي ميت 10 برو الجوالات هذه تحمل تقنيات جداً كثيرة لو قارننا مجال التقنيات اللي موجود بينها وبين الايفون 10 لو وجدنا فراغ كبير بين بعض هذه التقنيات والتطور اللي وصلوا له سامسونج هواوي والتطور اللي موجود عند نفس الايفون 10 وهذا الشيء ما يختلف عليه احد مهما قلته بل انه في شركات صينية تستخدم تقنيات لم تستخدمها ابل في اجهزتها الفكرة حالياً اساتذة التسويق الفيديو هذاك شارحتها فيه نوعاً ما مبعاتي يتكلم بالأجرسيب على مدري كيف اعبر عن الوضع اكثر المحتوى اللي يطلع في كثير من القنوات العربية والاجنبية اللي يتكلم عن الايفون 10 يتكلم من اول نظرة وجهات النظر الاساسية بعض المزايا بعض التجارب بعض الاختبارات ولكن محتوى التحديات والمقارنات لسه بدأ يطلع قليل 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 ونحن لدينا مقارنات ترجع بأذن واحد وخلاص اخذت القرار نوت 8 ايفون 10 اول تحدي ونرجع لكم بشكل قوي بالمقارنات فاذا هذه التحديات هي تبين لك افضل التقنيات ولكن بواقعية يا جماعة فكروا فيها بالله من لاحظين انه بالفعل التسويق يستغل جيوبنا؟ يستغل جيوبنا في مجال الاجهزة الذكية ولكم بقية التفكير في نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته